ابو الابن الروح الكدس الى الواحدة مين المجد للاب والابن الروح الكدس الان وكل اوان وإلى دهر دور كلها امين نلتقي مع القديس كريلوس الكبير في تفسيره لانجيل معلمنا ماريوحانا البشير الكتاب الثاني الفصل الخامس بعنوان ان الابن ليس في عداد الساجدين اذ هو الكلمة الله بل بالحري يسجد له مع الاب في الفصل الخامس القديس كريلوس بيكمل تفسير الاصحاح الرابع العدد اتنين وعشرين انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلمون يتحدث المسيح مرة اخرى كيهودي وكانسان ولان المسيح لم يكن يترك الفرصة السانحة دون ان ينفع الاخرين لكنه مع هذا يوضح شيئا اخر اكثر بخصوص مفهوم عبادة اليهود لان السامرين يعبدون الله ببساطة وبدون فحص بينما اليهود قد استلموا بالنموس والانبياء وبقدر استطاعتهم معرفة ذاك الذي هو الكائن لهذا يقول الرب ان السامرين لا يعلمون لكن اليهود له معرفة طيبة وهذا ما يؤكد ان الخلاصة سوف يستعلن منهم اذ هو المخلص عينه لان المسيح هو من نسل داود حسب الجسد وداود من سبتة يهودة فالذي يعبد مع الاب بواسطتنا نحن والملائكة والقديسين قد وضع نفسه كإنسان في عداد الساجدين لانه إذ لبس ثوب العبد تمم الخدمة اللائقة بعبد دون ان يفقد كونه الله والرب الذي يجب له العبادة لانه يظل كما هو لا يتغير رغم انه صار انسانا مبقيا على تدبير خطة الخلاص بالجسد على الدوان في العدد 22 القديس كريلوس بيقول ربنا يسوع بيستمر انه يتكلم كإنسان وكيهودي لما قال نحن نسجد لما نعلم وهنا ربنا يسوع المسيح بيوضح الفرق ما بين السامرين واليهود لان السامرين كانوا بيعبدوا ربنا ببساطة لكن اليهود لانهم استلموا النموس والانبياء والشريعة عرفوا ربنا كويس وقدروا انهم يتأكدوا من من هو الكائن الله الكائن بذاته ولان ربنا يسوع المسيح هو من نسل داود حسب الجسد وداود من سبت يهوزة وده ربنا يسوع بيقول انه هو يعبد مع الاب بواسطتنا احنا البشر وواسطة الملائكة والقدسين وعلى الرغم من انه بيعبد الا انه نحط نفسه مع البشر اللي بيسجده لله ليه؟ لانه لبس سوب العبودية لما تجسد وبالتالي قدم الخدمة اللائقة لله كعبد وعلى الرغم من كده هو ما فقدش كونه الله والرب اللي يجب ليه العبادة لانه هو الله الذي لا يتغير رغم انه صار انسانا وهو صار انسانا عشان خاطر خطة الخلاص اللي هيتممها بتجسده بنا وايضا وأنت ايضا متى رأيت هذا التوضع العظيم اقترب منه متعجبا دون ان تتهم او تتصيد الاخطاء بل بالحريق تمثل به لانه هكذا اشتاق بولوس ان يرى المؤمنين قائلا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اذ كان في صورة عبد الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه قديس كيلوس بيدعو اي واحد بيقول له لو شفت المسيح متواضع لو سمحت قرب منه وانت متعجب وانت مندهش من عمله وتواضعه العظيم لانه هو الله اللي صار انسان ما تتهمهوش او تتصيد الاخطاء لكن الدور اللي المفروض تعمله هو انك تتمثل به وتحيا الاتضاع زي ما بيقول بولوس الرسول ان يكون فينا الفكر اللي في المسيح يسوع فكر الاتضاع اللي هو رغم انه الله الا انه اخد سورة العبد وصار في شبه الناس ووجد كانسان هل رأيتم كيف صار الابن لنا مثالا في الاتضاع والتنازل اذ وهو المعادل للاب وهو صورته كما هو مكتوب تنازل لاجلنا الى طاعة ارادية واتضاع فكيف يمكن لهذا الاتضاع ان يظهر ان لم يكن من خلال الاعمال والكلمات التي هي ادنى من القرامة اللائقة به كالله وقد نزل الى درجة ادنى بكثير جدا من تلك التي كان فيها عندما كان لا يزال الكلمة والكائن مع الاب اي عندما لم يكن قد اتخذ بعد سورة عبد فكيف نقول انه قد نزل على الاطلاق ان لم نقبل عنه اي شيء غير جدير به وكيف صار في شبه الناس بحسب قول القديس بولوس ان لم يأتي بالافعال التي تناسب الانسان لكن اكثر ما يناسب البشر هي العبادة اذ هي تعتبر بمثابة دين ونحن نقدمها لله لذلك فانه حينما صار انسانا فهو يسجد كانسان ولكنه يسجد له دائما مع الاب لانه كان ويكون وسيكون هو اله بالطبيعة وهو الله ذاته في الفقرة دي القديس كريلوس بيقول شفتم قد ايه الابن صار لنا مثال في الاتضاع والتنازل لانه رغم انه معادل للاب وهو سورته الا انه تنازل لاجلنا في طاعة ارادية واتضاع هو بقردته اطاع وبقردته تواضع طيب القديس كريلوس تساءلت شوية اسئلة عشان يوضح لنا الفكرة قالنا ازاي الاتضاع ده هيظهر لو ما كانش ربنا يسوع المسيح عمل وتكلم بحاجات اقل بكتير من الكرامة اللي ليقى به هو كاله ولو ما كانش نزل لدرجة اقل بكتير من اللي كان فيها لما كان هو واحد مع الاب اي لما كان لم يتخذ بعد سورة العبد ازاي هو هيظهر اطداعه ولو ما كانش قبل الاعمال الاقل عن كرمته كاله ويتساءل سؤال اخر بيقول ازاي هنقول انه نزل بشكل مطلق بشكل كامل لو ما قابلناش عنه اي شيء غير جدير به لو ما قابلناش انه عمل اعمال تناسب البشر ازاي صارش في شبه الناس زي ما بولس الرسول بيقول لو ما كانش هو عمل الاعمال اللي تناسب الانسان والحقيقة اكتر عمل حسن ما القديس كريلوس بيقول لنا يناسب البشر هي العبادة ليه لان احنا بنقدمها كدين علينا لربنا فربنا يسوع لمصار انسانا سجد كانسان على الرغم من انه بيسجد لي دايما مع الاب لانه كان ويكون وسيكون الله بالطبيعة وهو الله زيته لكن الذي يعارضنا لن يقبل ذلك بس يواجهنا قائلا الا تظن انه امر غريب حينما نقول ان الابن يسجد لاننا لا نفترض ان الابن يتحتم عليه ان يعبد الاب بنفس الطريقة كما نفعل نحن او الملائكة مثلا لكن عبادة الابن هي امر خاص وافضل بكثير من عبادتنا نحن قديس كروز بيقول لكن الناس الهارتقة اللي بيعارضونا دايما وبيحاولوا يشويهوا مفهوم السلوس عندنا هيقولوا انتو مش تعتقدوا ان ده امر غريب لو قلنا ان الابن يسجد ويعبد الاب بنفس الطريقة اللي احنا المفروض نقدمها للاب او السجود والعبادة اللي احنا نقدمها للاب هي اكيد الابن بيعبد الاب بطريقة مختلفة خاصة وافضل بكثير من عبادتنا ليه لانه برضو هو الابن قديس كروز طبعا هم هنا عاوزين يقولوا ان الابن بيعبد الاب فعلا وان الابن مش مساوي للاب في الجوهر فالقديس كروز بيقول لهم خلي بالكم انا فاهم الخدعة بتاعتكم فبيقول لهم بماذا نجيب نحن اذا على هذا اتظن ايها الرفيق انك تضللنا فتفرد على الابن الوحيد عبوديا نظهرها وكأنها شريفة محاولا اعطاء كرامة للعبد بكلماتك الخادعة كف اذا عن تمجيدك الخادعة للابن حتى يمكنك ان تستمر في تكريم الاب لان من لا يكرم الابن لا يكرم الاب كما هو مكتوب اخبروني اذا ما المنفعة التي تعود على الابن الوحيد لو كان حرا وليس عبدا وليست له المساواة مع الاب حتى تكون عبادته معنا للاب اكثر سموا من عبادتنا لانه طالما هو بين الساجدين فانه يكون عبدا تماما حتى ان قيل عنه انه عابد بتفوق الا انه لن يختلف باي حال عن المخلوقات من جهة كونه مخلوقا بل فيما يخص حالات السمو الاخرى فان مخائيل او غيره من القوات العقلية المقدسة هم اسمى من البشر فالملائكة هم اسمى بشكل جوهري من الذين يعيشون على الارض سواء من جهة القداسة او من جهة التفوق في المجد فهكذا جبلنا الله الخالق الاعظم الذي جبل كل الاشياء فان كل المخلوقات فان كل المخلوقات تشترك معا في كونها مخلوقة اما الكلمة الذي هو في الاب ومن جوهر الاب بالطبيعة فلا يمكن ان يكون مخلوقا باي حال حتى لو قيل عنه انه يسجد بطريقة اكثر سموا جدا لانه كيف يكون المخلوق ابنا او كيف يكون العبد الساجد بالطبيعة ربا لاننا لانني افترض ان الكرامة الملاكية والربانية تبرز تبرز اصلا من كونه معبودا لكن وظيفة العبد والخادم تعرف من تقديمه للعبادة ونحن اذا نعترف عن طريق قدوعنا اننا ملتزمون ان نعبد الطبيعة الفائقة والتي هي فوق الجميع لهذا اعلن موسى العظيم الحكمة لكل الخليقة للرب الهك تسجد تخدم واياه وحده تعبد لهذا فكل من يختص بالعبودية بطبيعته وكل من ينحني تحت نير اللهود محتاج بالضرورة ان يقدم العبادة والسجود لله لانه بقوله يا رب فهو يحدد وجود عبودية وبقوله الله يحدد وجود المخلوق لانهما يدركان معا كما انهما متقابلا فالعبودية هي في مقابل من هو بالطبيعة رب والمخلوقية هي في مقابل اللهود غير المخلوق حقيقة في الفقرة دي قديس كريلوس بيرد ردود قوية جدا على الهارتقة بيقولهم انتو بتحاولوا تقولوا ان الابن بيعبد الاب عبودية اسمة مننا عشان في الاخر تقولوا ان الابن مش مساوي للاب ولكنه مخلوق لكن يعني عبوديته اعلى مننا لانه برضو يعني هو مش انسان فقط هو اله لكنه اقل من الاب قديس كريلوس بيقولهم انتم طبعا بنشوف هنا رئة وادب قديس كريلوس يقولوا ايها الرفيق رغم انه هو عاوز الشخص ده عاوز يقلل من تمجيد الاب الا انه بيقولوا ايها الرفيق ايها الزميل انت بتحاول تضللنا وتقول ان الابن الوحيد هو عبد ولكن عبوديته اشرف من عبوديتنا شوي اعلى كرامة من عبوديتنا ويقولوا خلي بالك انت كلماتك خادعة لانك بتحاول تمجد الابن تمجيد خادع خلي بالك مش هتعرف تكرم الاب لاني اللي ما بيكرمش الابن ما بيكرمش الاب بيقولهم قلولي ايه الفايدة اللي هتعود على الابن لو كان حر مش عبد وفي نفس الوقت هو مش مساوي للاب ما فيش اي فايدة لو كان هو حر اذا هو مساوي للاب لكن لو هو عبد اذا هو غير مساوي للاب فما تلغبطوش الكلام قديس كرولز بكلمات واضحة قوي يقول لا الابن حر الابن مساوي للاب هو مش عبد هو قبل العبودية في ذاته من اجل خلاصنا من اجل تدبير الخلاص لان لو الابن محسوب من بين الساجدين للاب فبالتالي الابن هيكون عبد تمام بالتمام هيكون عبد يعني مخلوق حتى لو تقال عنه انه بيعبد عبادة متفوقة عن الباقي المخلوقات لانه زي ما قلنا مش هيبقى غير مخلوق مش هيبقى غير انه مخلوق حتى لو عنده حالات من السمو لانه لو جينا قاررنا الابن مثلا بالملاك مخايل في الوقت ده هنلاقي الملاك مخايل بالنسبة لنا احنا بيسمع عننا من جهة طبيعته بشكل جوهاري زي ما بيقول من جهة طبيعته ومن جهة تفوقه في المجد ومن جهة القداسة وكل القوات العقلية كده فممكن نقول عن الابن كده القديس كولوس يقول لا فيه اختلاف كبير قوي لان الملاك مخايل وكل القوات العقلية هي برضو مخلوقة على الرغم منها تتفوق علينا في طبيعتها الا ان الابن غير مخلوق ودي الفرق ما بيننا وما بين الابن وربنا الله الخالق خلقنا وخلق كل الاشياء وكل الاشياء المخلوقة تشترك في انها مخلوقة مفيش فرق في الحتة دي لكن ربما في فرق في الطبيعة لكن ربنا يسوع المسيح الكلمة اللي هو من الاب ومن جوهر الاب ومن طبيعة الاب لا يمكن يبقى مخلوق حتى لو تقال عنه انه بيسجد بطريقة اكتر سموه لان هو بيسجد بطريقة بيسجد للاب زي سجدنا للاب من اجل ان يجعلنا نسجد للاب سجود حقيقي مش لانه محتاج يسجد للاب كعبد وبيتساءل قديس كريلوس يقول ازاي المخلوق يبقى ابن وازاي العبد الساجد يبقى رب بالطبيعة ما ينفعش المخلوق بقى ابن لما الابن تأنس وتجسد والعبد الساجد بطبيعته صار في شركة مع الطبيعة الالهية لما برضو تجسد الاب ودي كلها عطية وهبة مجانية مش من خواص الطبيعة المخلوق لاني قديس كريلوس يقول انا بافترض ان الكرامة الملكية والربانية بتظهر اساسا من ان الابن معبود لانه هو معبود هو بيعبد فهو ملك وهو رب لكن وظيفة العبد والخادم تعرف من ان هو بيقدم العبادة فاحنا بنعترف بطريق بخدوعنا وبالتزامنا بالعبودية لطبيعة الله طبيعة الفائقة اللي من فوق ان احنا مخلوقين عشان كده موسى النبي يقول للرب الهك تغدم او تسجد وايها واحده تعبد عشان كده كل اللي يخص بالعبودية بطبيعته هو بينحاني تحت نير اللهود يحتاج انه يقدم العبادة والسجود لانه لما بيقول يا رب هو بيحدد وجود عبودية ولما بيقول الله هو بيحدد وجود المخلوق لان العبودية في مقابل الطبيعة الربوبية والمخلوقية هي في مقابل الطبيعة غير المخلوقة لكن اذ نرى ان الابن ازلي في الاب وهو الرب لانه الله فان يتساءل متى كان وقت يمكن ان يبدو الابن فيه من الساجدين لكن دعهم يزددون في ثرثرتهم قائلين ان الابن الوحيد سوف يعبد الاب ليس كعب او كمخلوق بل كابن يزدد للاب لان هذا يجعلنا ندخل التعبد ضمن تعريف البنوة ونقول انه يليق بالابن ان يعبد الاب لانه في هذا يقوم كيانه مثل ما يحدث فينا نحن ذو العقل والمعرفة بكوننا مخلوقات عاقلة مائتة عندما نقدم العبادة بتعقل ووعي وادراء وليس بمجرد تسليمنا انفسنا للحركات الخارجية والمنتفعة وإلى تقلبات الارادة لانه ان كان مغروسا في الابن الوحيد بالطبيعة واجب وضرورة تقديم العبادة كما يزعمون ويقولون فكيف لا يسقطون في التجديف الصريح على الاب نفسه لانه سيصبح من الحتم التفكير فيه هكذا لذ ان الابن هو صورته وختمه والاشياء المتماثلة لا تختلف في شيء عن بعضها البعض لكن ان كانوا يقولون ان الابن يتعبد للاب بالارادة وحدها فهم يعتمدون على التخمين اكثر من كونهم يعرفون الحق لانه ما الذي يمنع غيرهم من القول وهم يصطنعون تقوة زائفة خطرة ان مشيئة الاب هي ان يسجد له الابن رغم ان الابن ليس عابدا بالطبيعة بكمل قديس كريلوس ويقول احنا عارفين وفاهمين وبنشوف ده ان الابن هو ازلي في الاب وهو الرب لانه هو الله طيب قديس كريلوس بيتساءل ويقول للهارطقة والمعلمين الكذا بدول قولهم امتى كان الوقت اللي يمكن ان احنا نشوف فيه الابن من دمن الناس اللي بتسجد او من دمن الساجدين للاب وبيقول خليهم بقى يكملوا صرصرة وكلام بدون فايدة ويقولوا ان الابن الوحيد هيعبد الاب مش كعبد او كمخلوق بل كابن بيسجد للاب وبالتالي بكلامهم ده كأنهم بيدخلوا التعبد ضمن تعريف البنوة بنوة الابن للاب دخلوا فيها التعبد تعبد الابن للاب طبعا ده تعليم كاذب وخاطئ تماما الابن لا يعبد الاب الابن مساوي للاب ولو قلنا بتعلمهم يبقى احنا هنقول ان الابن يليق به ان هو يعبد الاب وان ده يشكل كيان الابن زي بالظبط ما بيحصل فينا ان احنا يليق بينا ان احنا نعبد الاب لاننا احنا مخلوقات عقلة مائتة لما بنقدم العبادة بتاق عقل ووعي وادراك وبنفضل نعبد الاب نظل احياء ويتشكل كياننا مش بمجرد ان احنا نعبد بسجدات او انفعالات وتقابلوبات الاراضة شوية نعبد وشوية لا ويكمل قديس كريوس يقول لانه لو كان مغروس في الابن او من طبيعة الابن ان هو يقدم العبادة للاب زي ما هم بيقولوا فهم بالتالي بيجدفوا على الابن على الاب نفسه ليه لانه كده الابن مبقاش مساوي للاب طب والاب الاب الابن هو صورة الاب يبقى كمان الاب هيقدم عبادة بس المين بقى لان المفروض بقى نفكر في الاب زي ما فكرنا في الاب لان الابن هو صورة الاب وختمه والاشياء المتمثلة ما بتختلفش عن بعضها لو كان الابن مماثل للاب والابن بيعبد يبقى الاب كمان يعبد ده تجديف صريح على الاب نفسه لكن لو قالوا ان الابن بيتعبد للاب بالاراضة وحده بقردته فهم كده بيعتمدوا على التخمين مش على انهم يعرفوا الحق فيش حاجة اسمها بيتعبد للاب بقردته لان العبادة بالاراضة هنا ده شيء خارج الطبيعة يعني ممكن يعبد وممكن لا هم كده بيقلفوا يعني بيخمنوا وهنلاقي بقى ناس تانية تبتدي ترد عليهم وتقولهم الحقيقة ده مشيئة الاب ان الابن يسجد لي رغم ان الابن مش عابد بطبيعته هنلاقي تعاليم خطأ عما لا تنتج بسبب ايه التعاليم اللي هم سمحوا به وهم يقولون ان اللياقة نفسها تستبعد شخص الاب وستغضع الابن لذلك وان عبادته للاب هي فعل اراضي هيقولوا ان اللياقة ما يفعش نتكلم فيها عن الاب ما يفعش ندخل الاب في مقارنة مع الاب والابن لازم يخضع وان عبادته للاب هي فعل اراضي هو حر يعبد او ما يعبدش طبعا كلام غير ارسوزوكسي وغير مقبول في الكنيزة فيبتدي قديس كريلوس في يكمل ويقول ماذا تقول يا سيد اتراك تأتينا بوحي من الاموات او من الاساطير الاغرقية ام ترك أتيتنا مثل شمعي النحلامي تكلمنا من عندياتك من قلبك وليس بفم الرب او انك تحمر خجلت وانت ضدع اللياقة في مواجهتنا وكأنها امر لا مفر منه في هذه الاحوال او لا تره لائقا بذلك الذي هو بالطبيعة الله ان يكون الكلمة المولودة منه الها والذي تتعبد له الخليقة كلها ان يدعى بالطبيعة اب لابن وهذا الابن تقدم له العبادة وليس عابدا واني اعتقد انني لم اقول شيئا لا يرضي الحكماء بالحق لكن كيف لنا ان نقول انه يلغ بالاب ان يعبد من وليده الذاتي في حين ان هذا المفهوم يضر بهما كليهما معا اشد الضرر لانه في المقام الاول من لا يعبد لن يكون في مسواة في القرامة ولا في سورة الطبيعة مع ذاك الذي يعبد لانه يعبد كأدنى والعبادة لا تقاس بالكم لانها خاصية طبيعية لان من يكون الها او ربا لن يكون اقل لانه كيف يكون صادقا في قوله الذي رآني فقد رأى الاب وكيف له ان يقول ان عليهم ان يكرموا بنفس درجة تكريم الاب ان لم يكن مساويا له في المجد اذا فان الاب ذاته سيظهر على قدر غير كبير من عدم اللياقة لان مجده هو في ان يلد من هو مثله بالطبيعة من جهة اخرى فانه من الشائن للغاية ان يكون له ابن من نوع اخر وغريب عنه الامر الذي تنفر منه حتى طبيعة المخلوقات فكل جنس يلد جنسه لان القادرين على الولادة بتدبير ومشيئة خالق كل شيء لا يلدون اسوأ من انفسهم اذ يقول لتنبط الارض عشبا وبقلا يبدر بدرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا جكنسي اذا سيكون اللهوت في حالة اسوأ من خلائقه فبينما الذي وضع لهم ان تكون ذريتهم مرتبة بحسب اجناسهم نرى اللهوت وحده وقد وقد ناقصا في ذلك من اذا يحتمل قولكم ايها السادة النبالاء نهو يلقى بالابن ان يعبد الاب اباه وايضا حينما تضيفون الى كلامكم هذا ان الابن الوحيد يفعل ذلك بارادته وتدعمون جدلكم باللياقة فقط تعالوا نفهم الامر من الاصفار الالهية لانني اعتقد ان على المرء ان يفحصها بغيرة بحثا عن برهان لكل نقطة من نقاط الخلاف لقد امر النموس ان يسدد نصف شاقل من جانب كل يهودي لذاك الذي هو فوق الكل لا على سبيل ابتداء طريقة لجمع ثروة وليس كمساهمات مالية بلا هدف بل تعليمنا باوضح الامثلة اولا ان من ما من ما من واحد منه هو رب لذاته بل اننا جميعنا لنا رب واحد نقدم له تقدمة عبوديتنا ثانيا تقدمة الثمار العقلانية والروحانية التي تشير اليها التقدمات المادية اذ يقول اكرم اباك الرب من مالكة ومن كل باكورات غلتك هذه الثمار التي تحققت بالانجيل وقد بطلت ايضا بالعبادة اي بطلت ايضا العبادة بحسب النموس لاننا لم نعود نفتقد اننا يجب ان نعبد رب الجميع بواسطة تقدمات خارجية فنجبر الناس على سداد نصف شاقل من مادة ثانية لكن السجود الحقيقي هو ان نسجد لله الاب بالروح والحق هذا هو المعنى الذي ينبغي ان نفهم انه كامل في حرف النموس يكمل القديس كريلوس ويقول انتو يا حضرات الهارتقة او المعلمين اللي بتعلموا تعليم مخالف للكنيسة انتو بتجيبوا لنا وحي من الاموات او من الاساطير او بتعملوا زي شمعية النحلامي شمعية النحلامي ده كان نبي كذاب في وقت قرمية النبي كان بيتكلم من عندياته مش من فم الرب وانتو بتضعوا اللياقة في مواجهتنا كأنكم بتواجهونا بان احنا عدم اللياقة وانتو بتسلكوا بالياقة فبتتكسفوا مننا وكأنه امر مفيش مفر منه في اي الاحوال كاننا احنا في موضع احرجناكم لدرجة انكم وجهكم احمرت لانكم بتقولوا وبتشوفوا انه مش من اللائق لربنا اللي هو بطبيعته هو الله ان يكون الكلمة المولود منه هو اله وتتعبد ليه الخليقة ويدعى بالطبيعة ابن لأبوه وان الابن ده تقدم له العبادة وان هو مش عابد انتو بتشوفوا ان ده مش لائق ان احنا نقول عن الابن كده وقديس كولوس بيقول انا اعتقد ان ما قلتش حاجة ما ترديش الحكماء بالحق الناس اللي بتحب الحكمة هتوافق كلامي لان ازاي احنا نقول انه الاب يليق به انه يعبد من وليده هزاتي من ابنه اللي تولد منه بشكل طبيعي لانه هو مساوي لي لان المعنى ده هيدر بالاب ويدر بالاب هيدر بالاتنين لان ده معناه ان الابن لو عابد اذا الاب نفسه عابد لانهم متساويين زي ما بيقول القديس كولوس في المقام الاول اللي لا يعبد يكون في مسواف الكرامة ولا هو في صورة طبيعة مع اللي يعبد لو الابن لا يعبد والاب يعبد اذا الاتنين مش مساويين في الكرامة طب ازاي الاب ولد الابن هو ولد شيء مختلف عنه لان العبادة ما بتتقس بالكم لكن دي خاصية طبيعية ما قدرش اقول واحد بيعبد كام ما قدرش ايس العبادة اه ممكن ايس عدد الصلوات لكن افر الصلوات وفعلها وقبلها لدى الله ده شيء لا يقاس ولكن ده شيء طبيعي في الانسان انه يعبد لان مين هيكون رب وإله الا لو ما كانش قليل هو كان عظيم وما كانش الابن قال لنا ان اللي يشوفني يشوف الاب لو هو فعلا لا يعبد وازاي نعطي التكريم للاب لو كان الابن مش مساوي له في المجد لان في الحالة دي الاب نفسه هيظهر في قدر كبير من عدم اللياقة لان مجد الاب انه يلد من هو مثله بالطبيعة قديس كلوس عطى مثل جميل او ربنا لما خلق الطبيعة المخلوقة قال ان النباتات هتلد حسب تدبير ومشيئة ربنا الخالق مش حاجات اسوأ منها لا هتلد ما هي مساوية لها كل نبتة وكل عجب وكل بقل يبذر بزرا يعمل صمرا كنجنسو طيب اذا كان المخلوقات بتنتج من هي مساوية لها مش ما هي اسوأ منها يعني الانسان بيلد انسان مساوي ليه في الطبيعة والتفاحة فيها بيزور تطلع تفاح زيها طب ينفع ربنا اللي حط القانون ده في المخلوقات هو نفسه لما يجي يلد يلد من هو اقل منه يبقى اللهوت واحد هو اللي يبقى ناقص في القانون ده قديس كرولوس بيقول الكلمات دي بطريقة جميلة ومحبوكة جدا بيفحم فيها وبيها افكار الهارتق يقول لهم مين اللي يحتمل اللي انتو بتقولو ده ان الابن لازم يعبد الاب ولما بتديفوا لكلامكم ان الابن بيفعل ده بقراته وان ده مش في طبيعته عشان تهربوا من حتة ان الابن طبيعته انه عابد للاب وتدعموا الكلام بتاعكم ان ده من اللياقة اللياقة ان الابن يقدم العبادة للاب قال لهم تعالوا بقى نفهم الاصفار بشكل كويس ربنا ترجعوا للنموس في سفر الخروج صح 30 يقول ان على كل واحد يهودي انه يقدم نص شاقل لله مش عشان يجمعوا صروة او يلموا اموال بدون هدف ولكن الهدف ان كل واحد فينا يدرك اللي بيسدد نص الشاقل ان هو مش رب لذاته لا ان احنا كلنا لينا رب واحد بنقدم له نفس العطية تقدمت عبوديتنا اتنين ان تقدمت السموار العقلانية والروحانية اللي بتشير اليها التقدمات المادية كل السموار دي تحققت بالانجيل لان العبادة بالنموس بطلت فالكتاب نفسه بيشهد بشكل رمزي ان احنا كلنا مساويين في العبادة الله بالتالي بنقدم تقدمات مادية دلالة على السموار الروحية اللي تحققت بالانجيل قديس كريلوس بيقول احنا في العادة الجديد ما بقناش مجبرين ان احنا نقدم لربنا تقدمات خارجية لكن احنا بنسجد للآب بالروح الحق وده المعنى المفروض نفهمه اللي موجود في النموس بكامل قديس كريلوس ويقول بمثل اخر وعندما كان الرب في ارشاليم سأل جبات الدراهم بطرس ان يسدد جزية نصف شاقل قائلين له اما يوفي معلمكم الدرهمين قال بلى فلما دخل بطرس البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعانا ممن يأخذ ملوك الارض الجباية او الجزية امن بنيهم امن من الاجانب وحينما قال بطرس من الاجانب قال يسوع اذا فالبانون احرارا ولكن لآلن عثرهم اذهب الى البحر والقيس النار والسمكة التي تطلع اولا خدها ومتى فتحت فاها تجد استارة فخذه وعطيهم عني وعنك ارأيتم كيف دفع الابن الجزية وكواحد تحت نير العبودية فقد مارس شيئا يمارسه العبيد اذ لانه يعلم كرامة طبيعته الذاتية يؤكد انه لا يمارس عملا خاصا بالعبودية لله الاب اذ يقول البانون احرارا فكيف اذا يعبد مثل العبيد وذلك بمحد ارادته الخاصة ذاك الذي لم يقبل حتى ادنى شبهة عبودية كيف يقبل واقع العبودية نفسه ألسنا نحسب العبادة تقدمت حاملة للأثمار الروحية ونقول انها نوع من الخدمة لانه لماذا يربط النووس بين الخدمة والعبادة قائلا للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد لان العبادة انجاز القول هي الباب والطريق الى الخدمة بالفعل لانها بداية العبودية لله لهذا يقول المرنم للبعض هلما نأتي ونسجد ونرقع ونبكي أمام الرب صنعنا ألا ترى كيف أن واجب السجود تابع للعبادة ومرتبط بها فأي شيء يليق أكثر بالعبد على الأقل في نظر أولئك الذين يقدرون خصائص الأمور بدقة فدق ديس كريلوس يدي مثل آخر إن ربنا يسوع لما راح أرشاليم ابتدوا جبات الدراهم يسألوا بطرس هو معلمكم مش هيدفع الجزية فربنا يسوع سأل بطرس وقال له هم بياخدوا ملوك الأرض الجباية والجزية من مين من بنيهم ولا من الأجانب بطرس قال له من الأجانب وربنا يسوع المسيح رد ويأكد المعنى وقال البنون إذن أحرار لكن عشان ما نعصرهمش وما نحرقهمش القي سنارة والسمكة اللي تطلع لك تلاقي إستار ادفع عني وعنك ديس كريلوس بيقول أنتوا شايفين إزاي الإبن دفع الجزية كواحد تحت النير العبودية مارس نفس الشيء اللي بيمرسه العبيد لأنه عارف كرامة طبيعته الزائتية وهو بيأكد أنه مش بيمارس عمل خاص بعبودية لله الآب حسب طبيعته والدليل لك ده أنه قال أن البنون أحرار هو مش بيعمل كده لأنه هو عبد لا هو بيعمل كده لأنه أخذ شكل العبد بقردته فهو بيعبد مثل العبيد بقردته الخاصة مش حسب طبيعته لأنه هو طبيعته أنه مساوي لله الآب لأنه ما قابلش أبدا أدنى شبهة أنه يكون عبد فإزاي يقبل وقع العبودية نفسه لأن إحنا بنحسب أن العبادة هي تقدمة تحمل الأصمار الروحية ونقول عليها أنها نوع من الخدمة لشان كده النموذ بيربط بابين الخدمة والعبادة لما يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحد وتعبد لأن العبادة إنجاز القول قديس كروز بيقول هي الباب والطريق للخدمة بالفعل وهنا قديس كروز بيحط مبدأ جميل قوي أنك عايز تخدم خدمة حقيقية ربنا لازم تبدأ بالعبادة لأن العبادة هي الباب والطريق للخدمة بالفعل لأنها بداية العجودية لله إنك تكون عبد لله فتعرف تخدم زي ما بيقول داود النبي نأتي ونسجد ونركع ونبكي أمام الرب سنعم قديس كروز بيقول للهارتقة أنتم مش شايفين إزاي أن واجب السجود تابع للعبادة ومرتبط بيها فأي شيء يليء أكتر بالعبد في نظر الناس اللي بتقدر خصائص الأمور بتققى بيكمل قديس كروز ويقول لكن إن كان معارضون يستمرون على ما هم عليه بغطرصة في وقاحة لطليق ولا يكفون عن أفكار جهالاتهم في هذه الموضوعات فليدرسوا الأصفار الإلهية كلها ليبينوا لنا متى ذكر عن الإبن إنه يعبد الله الآب هل حين كان لا يزاله والكلمة فقط قبل أزمنة التجسد وقبل أن يأخذ صورة العبد حاشا بل بعد أن صار إنسانا فقط يعبد بللو ولكن إن ذاك لم يكن يفعل ذلك لكنهم سيعجزون عن إثبات رأيهم من الأصفار الإلهية المقدسة ولأنهم يحشدون تخنينات وزنونا من خيالاتهم الفاسدة سيسمعون بحق تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا مجد الإبن الوحيد لهذا هو لا يسجد بصفته الكلمة والإله لكنه إذ قد صار مثلنا فقد أخذ على عطقه أن يفعل هذا كما يناسب الإنسان بسبب تدبير تجسدي ولن نبحث عن البرهان من الخارج لكننا سنعرفه من كلماته هو لأنه ماذا يقول للمرأة السامرية أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم أليس من الواضح جدا إذن ولكل واحد إنه باستخدامه صيغة الجمعة حاسبا نفسه مع أولئك الذين يسجدون عن ضرورة وعن عبودية قد فعل هذا وهو في الطبيعة البشرية التي هي في وضع العبودية ولهذا فهو يقول هذا الكلام وإلا فأخبرني ما الذي كان يمنعه من أن ينسب السجود إلى أقنومه الذاتي لهوته لو إنه كان يرغب في أن نعرفه كعابد لأنه كان ينبغي أن يقول بالحري أنا أعرف لمن أسجد حتى عندما لا يكون معدودا مع الباقين تكون قوة الكلام قاصرة على نفسه وحده لكنه الآن وبتعبير فائق الروعة وكامل الدقة يقول نحن إذ قد صار ضمن ردبة العبودية بسبب إنسانيته كمعدود بين الساجدين وكيهودي بحسب الوطن في الفقرة دي القديس كريروس بيقول لكن المعارضين بتعنا والهارتقة والمعلمين اللي بيعلموا تعليمه خالف للكنيسة هيفضلوا بكبرياء وقاحة يتكلموا بأفكارهم والمفروض هم يدرسوا الكتابات الإلهية أو الأصفار الإلهية أكتر عشان يبيلولنا ويشرحولنا إمتى اتذكر عن الإبن إنه بيعبد الله الآب لما كان هو الكلمة قبل ما يتجسد وقبل ما يأخذ صورة العبد قديس كريروس بيقول طبعا ده كلام حاشة إنه يتقال عن الإبن لإن الإبن اتقال عنه إن يعبد الآب أو يسجد للآب بعد ما صار إنسانا هو بيعبد بلا لوم لكن قبل كده ما كانش بيعبد أو يسجد للآب والحقيقة هم هيعجزوا عن إثبات رأيهم من أصفار المقدسة لأنهم دايما بيأخذوا تخمينات وزنون من خيالاتهم عشان كده هيسمعوا القول الواضح في الإنجيل تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا مجد الإبن الوحيد عشان كده ربنا يسوع المسيح هو مش بيسجد بصفة الكلمة والإله لكنه بسبب إنه صار مثلنا وأخذ على عاطقه إنه يفعل كل شيء زي ما يناسب الإنسان بسبب إنه دبر وخطط لتجسده وخلاص العالم عشان كده مش هنلاقي برهان من الخارج من نفس النص اللي إحنا بنبحثه لما ربنا يسوع المسيح قال للمرأة الثامرية أنتم تسجدون لما لاستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم هنا واضح جدا لكل واحد إن ربنا يسوع لما استخدم نحن سقط الجمع بيحسب نفسه مع الناس اللي بيسجده عن ضرورة وعن عبودية واللي هي الطبيعة البشرية اللي هي في وضع العبودية عشان كده هو بيقول الكلام دو وهو بيعلن بالكلام دو إنه صار عبد عندما صار إنسانا حسب إرادته من أجل تتميم الخلاص وهو ما نسبش السجود والعبادة دي للهوته وإلا كان المفروض يقول أنا أعرف لمن أسجد لكن هو قال نحن نعرف لمن نسجد عشان كده أي قوة كلامها تبقى قاصرة جدا على نفسه لو كان قال كده لكن ربنا يسوع المسيح استخدم نحن عشان يحط نفسه ضمن ردبة العبودية بسبب إنسانيته كمعدود بين السجدين وكيهودي حسب الوطن من أجل أنه يعلن أنه سجد للآب لما صار إنسانا لما قبل الإنسانية في طبيعته بتجسده نختم عزة القديس كريلوس اللي أنارط وعيوننا وقلوبنا ونلتقي معاه في الجزء الثاني من الفصل الخامس في تفسير الإصاح الرابع ولربنا كل مجد وكرامة في كنسته من الآن وإلى الأبد آمين